موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته المشاهدين الكريمين وكذبهم وخواتم مباركة وكل عامين وأنتم بألف خير قبل أن نبدأ تفاصيل هذه الحلقة مشاهدين الكريم نعزي أنفسنا وجميع ابناء الشعب اليمني في ضحايا كورونا سواء في عدن أو في صنعاء أو في عموم اليمن تغمدهم الله بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر السلوان إن لله وإن إليه راجعون أيضا هناك مشاهدين الكريم حملة أطرقات الوفاء للشهداء في خواتم هذا الشهر الكريم الشهيد الزعيم الصالح والشهيد الأمين الزوكا وكل شهداء الوطن إن حملة للوفاء معهم من هم في الجبهات يحملون البنادق ويكملون مشوار الانتفاضة التي بدأها الزعيم الصالح ورفيق تربه الأمين الزوكا ومن هم في منازلهم يقرؤون القرآن والدعاء والاستغفار والذكر والصدقات إلى أرواحهما وأرواح جميع الشهداء موضوعنا اليوم إذن مشاهدين الكريم سيكون حول معارك أبيان الأسباب والدوافع سأذهب إلى فاصل ثم أعود لإستقبال اتصالاتكم على تطبيق يلئي مودو وعلى الأرقام المباشرة اهلا بكم إذن مشاهدين الكريم هناك قتلى وجرحى من الطرفين في معركة الطرف الأول يسميها معركة الفجر الجديد وانحراف مسار الشرعية من قادمون يا صنعي إلى قادمون يا عدن لما نتسأل ما الذي حرف مسار الشرعية هناك عدوم الكل الصغير والكبير من جميع بناء اليمن في الداخل والخارج ينتظرون بفارغ الصبر القضاء على هذه الميليشيات لكن أن يذهبوا بانحراف آخر هناك من يقول على أنه مشروع قطري تركي والبعض الآخر أيضا نطلق عليها معركة الحسم ضد الإرهاب وبين هذا وذاك هناك قتلى وجرحى من الطرفين ندعو إلى حقنا الدماء لجميع اليمنيين وتوجه صوب المعركة الوطنية الحقيقية التي هي استعاد عاصمة الوحدة اليمنية صنعها وجميع المحافظات التي لا تزال تحت الميليشيات أول متصلين معي مرحبا ألو ألو مرحبا ألو 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 من معي أخي ألو مرحبا من معي أخي ألو يا أهلا مرحبا من يا شباب من ألو اتفضل يا أخ ماجد نعم أتسمعك وقول اتفضل يا أخ ماجد اتفضل أخي على الهواء خواتم مباركة كل عام أنتم بخير وأنتم بغير يعني وأعيني حتى نبشر ونأكد على طناتكم أن الأمور تسير على بحث الدماء والمخطط له العمليات العسكرية الحالية الآن في محافظة أديان تسير على وقع الكثير من التقدمات التي حصلت في اليوم الماضية رغم اتفاق قواتنا الجنوبية بوقعها كدفاع لكن قوات العديد مستعد هذه الأصلاح الإرهابي حاول مباغتة قواتنا وشأن كثير من الهجمات بغير التقدم وعني بغير الحصول على أي تقدم مجاني غير أنه فشل فشل ذريعا وخسر الكثير من المعدات ومن يعني كثير من الأرواح في سبيل هذه المغامرة الغير المكسوبة رغم أننا يعني كنا حاليسين كل الحرص على أن يكون اتفاق الرياض والمخرج لنا جميعا لكنهم لا يريدون أن ينجح هذا الاتفاق خصوصا وهم يعملون حاليا بتومي القطري وتركي بمدعم كبير وتنسيق مباشرة مع مليشيات الحوثي وإيران طيب أخ ما قد كان هناك اتفاق الرياض على أساس أنه حقنا الدماء اليمني وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الأطراف السياسية أو حكومة حرب سميها ماشيت لاستعادة المحافظات من مليشيات طهران لماذا الحرف مسارة شرعية؟ الناس يتسأل ما الذي حاصل في أبيان تحديدا؟ لماذا كل هذا الاقتتال؟ لصالح من في هذا التوقيت؟ بكل وضوح أنا أطلب كل وضوح على كل من يسمعنا أن يعي هذه الحقيقة هناك تفاهمات عسكرية وسياسية تجمع الطرفين بين مليشيات الإصلاح ومليشيات العودي تم تسليم محافظة الجوف الكامل هذه المليشيات العودي بصفقة سرية وكانت يجري تسكين أيضا لمحافظة مارك لو لا يقوف القبائل بشكل يعني بشكل توقي إلا يعني قبل أن تسقط محافظة مجد مليشيات العودي ولا كان اليوم أنه مارك ستكون في قطوة مليشيات العودي الدعمه وتسهيل من حزب الإصلاح حزب الإصلاح أدار معركته ووجه السهمه والآن ووجه قوته لحظ تحرير المعاصرات الجنوب يعني تحرير القحرة هذا الكلام طبعا يعني واضح ويسير بشكل يعني لا يقفع لأحد أشكرك وأن هناك يعني تفاهمات كبيرة عليا هؤلاء مجيبات عدوات يريدون العودي مجيباتا من دوابة عدن والسيطرة على أشكرك أخماقل لكن هذا لم يحدث طالما نحن رحيا أحييك أخماقل وصلت رسالة أخو مصر القديد ألو ألو مرحبا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا أستاذ فارس مساء النور والعافية من معي يا أخي اتفضل معك أبو ريان يا أستاذ فارس اتفضل يا أبو ريان انت على هو أخي خواتم مباركة الله يسعر حياك بالنسبة للمعارك هذه معارك أبيان هذه معارك إصلاح ومعارك ما لها أي داعي معركتنا صنعاء معركتنا صنعاء معركتنا صنعاء غير الكلام هذا لا نحن معترفين لا نحن معترفين بشرعية الدنبور الراقد بفنادق الرياض خمس سنين ايش نتوقع من رئيس جمهورية ما قدرش حتى يرجع لداخل البلاد كيف سيحرر البلاد ما قدرش يرجع العالقي من جميع أنحاء العالم لنا ثلاثة شهور نتكلم نناشد ما خلينا شحد حسبنا الله ونعمل وكيل كيف نعمل بواحد بواحد ما يسأل عننا الشعب ما يطلع حتى يتأل يعني يا أخي إنسان مفتوض الشرعية أنا أعتبر شرعية هذه لا لأي قيمة رحم الله الزعيم بحق الأيام المباركة حسبنا الله ونعمل وكيل وحييك أبو ريان وحييك الصبر الصبر إن شاء الله تفرق أبو ريان ما ضاقت الله فوريقات إذن مشاهدة الأكام كما قلت اليوم نتساءل لصالح من هذه المعاركة العبثية على ماذا يراهن جماعة الإخوان هل هناك فعلا مخطط قطري تركي لتدخل تركي في اليمن كما حاصل في ليبيا وما الذي ممكن أن يترتب على ذلك ألو مرحبا متصل جديد ألو أهلا ومرحب من معي يا أخي أهلا والله مرحبا كيف أنتم اتفضل أخي من معي رجل شارك انتع الهواء عرفنا عليك انتع الهواء اياكم الله أبو محسن اتفضل يا أبو محسن اياكم الله أولا عندي سؤال لك أن اتفضل هل أنت وحدوي ولا اتجاه خلف اتجاه صالح الله يرحمه اللي أمن يريد استعادة استعادة عاصمة الوحدة حتى نقول أننا وحدويين إذا كنا وحدويين صحيح نستعيد عاصمة الوحدة صنعاء بدل ما نذهب في معارك تحرير المحرر هذا مطلب شعبي يا أبو محسن طيب أنت تشتيه تمزق اليمن ولا تشتيه مع وحدة اليمن نحن مع وحدة اليمن وتوحيد كل اليمنيين ضد المشروع الإيراني في المنطقة طيب وإذا حد أعلن إدارة إذا تأتيه في اليمن يعني تشتيه تشتر اليمن يا أبو محسن حتى الآن والله لو يقوم صالح من قدرة لا يلطم طارق بجزمة بالجزمة خليك كبير يا أبو محسن ما بيشدعي تنزلوا لهذا المستوى خليك كبير يعني عبر عن رأيهاك وانتقد على حبيب الله وين الامحورية اليمنية حين الثورة وين السبتمبرية يا أبو محسن طيب يا أبو محسن أنت سألتني خلينا أسألك أتفضل أنت الشرعية تتبه التحالف على أساس أنه يستعيد الشرعية ويستعيد المحافظات التي تحصل طلالة ميليشية الحوثية وآلاف الشهداء سقطوا في سبيل هذا المشروع لماذا اليوم انحرف هذا المطلب الشعبي لماذا اليوم تنسحب الشرعية وقامعة الإخوان طيب اسمعني انسحبت من قيفة انسحبت من القيفة انسحبت من الوهبية وراحوا يحريروا المحرر دقيقة دقيقة خليني أكلمك هات يا أبو محسين أسمعني الجمهورية اليمنية مستمر في حربها مستمر في حربها متى يا أبو محسين من انحرفت من انحرفت من انحرف هو الذي أعلن الإدارة الذاتية الإدارة الذاتية موجودة في مارب يا أبو محسين يا أبو محسين يا أبو محسين الإدارة الذاتية أيضا موجودة في مارب نحن نقول نستعيد العاصمة الوحدة اليمنية وبعدين هؤلاء إذا معهم مشروع انفصال الشعب كله سيقف في وجوههم هذا اللي يقولها الناس أما أننا تتقمص بعباءة الوحدة بعباءة الدين وانتم متفقين مع الحوثي لحرب اليمن واليمنيين هذا كلام فاضي يا جماعة خلونا نكون صريحين اليوم نحن معركتنا تحرير اليمن من هذه الميليشيات التي دمرت البلد كل يوم معنا وباء اليوم لدينا وباء ذهب يفتك بمئة اليمنيين من من كل هذه الأطراف المتصارعة قدمت خدمة لهؤلاء الناس من من هذه الأطراف أنقذت حياة هؤلاء الناس متصل جديد ألو يا ألو مرحبا هلو مرحب من معي أخي يا أهلا من معي أخي إسمعني من القوى الله يخليك غير الشباب ومتصل جديد ألو يا أهلا مرحب من معي أخي ألو معك أبو مهند حياك يا أبو مهند إتفضل إنتع الهواء أخي فارس إتفضل يا أبو مهند إنتع الهواء هات ما عندك أنا أقول لك إن تحرير الصنعاء أهم كل شيء تحرير العصنة لكن في الوقت الحالي من خرج على انفاق الوحدة بقتاله بأي طريقة طيب الفتيش عمل يا أبو مهند لو كان موجود الزعيم لكان نهضة ضد هؤلاء انتقالين قبل الحسين هذا كلام فاضي يا أبو مهند أنتو تقولون حتى الزعيم قد مات شي تكتبوا لا ظهره يا أبو مهند إحنا نتحدث عن مشروع استعادة الوطن من الميليشيات متى ما استعدنا صنعاء؟ طيب اسمعني أن نكون صادقين نحن نستمر متعسب للطرف ولا يستطيع أحد أن يصدف المال عكر إحنا نقول يا جماعة معركتنا استعادة المحافظات من ميليشيات طهران متى ماجت أي ميليشيات أخرى تدعي أنها وصية على أحد الكرسي يقف في وجهها لماذا نستبقى الأحداث؟ المعارك التي تحصل في الجنوب اليوم معارك عبثية هذا مطلب شعبي ماذا استبقى الأحداث؟ بعد ما يعلن دولة الجنوب أعلن رسميا وأعلن نثير العامي قامت دولة الجنوب ماذا استبقى الأحداث؟ يا أبو مهند هو أعلن رسميا ما أبش هذا الكلام ما أسمعنا هذا الكلام إدارة ذاتية خلينا نقول زي الحكم واسع الصلاحيات مثلا زي الذي حصل في مارب مثلا اليوم مارب بماذا تدار؟ مارب بمارب بمارب بحكم الذاتي وعندما أعلن جبيري الحكم الذاتي قلنا الحق يعلن الحكم الذاتي طيب لكن يعلن لكن يعلن الانفصال ويعلن نذيره ما أبش حاجة اسمه يا أبو مهند انفصال الله يا حييك لو حصل هذا الكلام ما أحد عايز يسكت الناس مع وحدة اليمن والعالم مع وحدة اليمن مع وحدة اليمنين لكن اليوم مشروعنا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا نختلق معارك أخرى يا أخ فارس لا نضحك على كما بحكنا في المرة قلنا دخلوا العلفين إلى صنعاء وكان يتغلبوا هؤلاء الحزب هؤلاء الحزب هؤلاء الحزب هؤلاء الحزب هؤلاء يقول دخلت هذا ويقول عندما استولى على الحكومة كل من كل حزب انتقلت حزب أخر والآن يعلن فضل أشكراك يا أبو مهند أحييك مع ذرع المقاطعة لأنه كل واحد معنا متصلين على الخط يعلم الله وكل واحد الشي وصل رسالته أحييك يا أبو مهند ويمصل قديد ألو ألو مرحبا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله من معي يا أخي أبو محمد اتفضل يا أبو محمد أنت على هواء أخي يا أخي لما كان كان باليمن بالثمانينيات ما كان بش يعني كنا معك أبو محمد طيب واصل واصل يا أبو محمد أنت على هواء أيوة لما كان بالثمانينيات ما كان بش يعني عندنا بالقرى خطبة وكان نقص لها يوم الجمعة إذا ما بش يعني واحد يجيق الحمد الله ويحدث شوية يعني صلوا الناس صلاة الظهر الجمعة وظهر يتروحوا ما بش يعني معلمين يعني جاءوا بعدين فتحوا في زماينات المدارس وتعلموا الناس وجاءوا المدرفين من مصر ومن سوريا ومن سودان ومن الجزائر ومن الأردن ومن عرفت جاءوا من العالم كلها ودرسوا وتخرجوا والحمد لله ناس عارفوا الدين وعرفوا التدريس وتخرجوا عرفت أيوة فالحمد لله تكفينا عن هذا ولي وقزعناهم جزعوك يعني شعب اليمني فتح وتحلموا الناس وسرحوا وخطبوا بالمدد مثلها بالجوانع وتحلموا وتخرجوا دكاتري باليمن استكفينا عن هذا ولا أيوة وخلاص كل واحد جزع له واحنا استكفينا بالكادر طيب رسالتك يا أبو محمد اليوم نتحدث عن اقتتال يمنيين مع بعضهم وتركوا العدو الحقيقي مليشيات طهران أنا عارف نصير تعرض هذا الكلام لكن الآن نحنا بدولة الدولة حقنا باليمن دير أسناء السابقين واللاحقين ما عارفوش كيف يديروا البلاد ليش ما يعني الشعب اليمني يختار من أي دولة يعرف القانون وحق الشعب وحق المواطن وحق المسكين ودينا منهم حتى يعلموهم كيف يديروا البلاد يا أبو محمد المشكلة ليست في القانون لحظة المشكلة هنا عند العمى من عند رئيس لا عند شاوش بحرس عندنا عمى أعمى أعوج يعني لا يعرفوا سياسة ولا يعرفوا أي شيء أشكرك يا أبو محمد أشكرك 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 معذرة على المقاطعة أبو محمد معنا كثير متصلين وكل واحد يشيء عبر عن رأيه منتصل قليد ألو يا ألو مرحبا وعليك السلام ورحمة الله بساك بالخير بساك بالنورة النعيم حياك أبو نورة أتفضل أتفضل يا أبو نورة أنت على الهواء خواتي مباركة إن شاء الله علينا عليك أياك بس خلني أكمل رسالتي ما تقطع عليك أتفضل معك دقيقة يا أبو نورة القضية يا طلمر رحمة الله الزعيم وصل كتاب الله على راحة يده نعم لهم واختروا الشارع سمعت الزعيم اللي علمهم الزعيم اللي أسس المدارس الزعيم اللي يصدرهم الأدب العالم يتعلموا واليوم تنفروا سمعت وتنكروا حتى البلدهم الثاني يا طلمر واحد قال لي يا طلمر بس ما فهمها إلا بعد ما وقع على رسالة سمعت نعم أما بالنسبة اللي يتصلوا إذا الحين الزمين قبل شوية اللي يدعوا هذولا تابور خامس يا طلمر متلق منه أول شي مني علمك الله علي عبد الله الصالح مني رفع رتبتك الله علي عبد الله الصالح واليوم ما تفعل عطيتهم على قفاهم الشعب اليمني باكمله استحووا اللي أخجلوا وقع من الأمور التي تتسوها راعوا بلدكم بلدكم في أزمة مرض كارونة وقفات وبهذلة لا يوجد عليها بلد في العالم وانتوا قاعدين ما اشتروا في الأعلام والحاجات يا طلمر وكل ما جالكم زلط يا خلق الله تكسبتوه وخلتوا الشعب جايع إنه لله وانه راجعون أشكرك يا ابو نورا وعيد عيد لأودكم النحايد الرجال وصاتلكم القرآن اللي يقوله القرآن من جرب العالمين أخترت الشارع واخترت الفوضة وسيقنون ثمارها وسيقنون ثمارها يا ابو نورا أحييك شكرا لك يا ابو نورا ومتصل جديد ألو ألو مرحبا ألو أعود كردين مشاهد الله الكارم إنه نحن أمام طرفين ألو 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 وعليك السلام ورحمة الله معاك أبو سالم أتفضل أبو سالم تعال يا أخي خواتي مباركة علينا وعليك أحب أن أوجه رسالة فضل إلى هذا اللي اتقاسلوا في أبيان ما يقهر الإنسان هو الناس اللي تموت من غير فرونة فرونة يمكن يكون صعب لكن اللي يموتهم الآن قضل إعلاجها موجود ولا يعادوه وهم يتحاربوا في حسن الله ونعوك شقورة أنا ما أدري من الغلطة لكن أرى أن هذه الناس سواء أجل إطلاح أو أنت قالي أرى أن هذه الناس ما يقدرهم ينبوه جاموس تجيب فيلو حليب أما يقتلوا اليمنيين ويقتلوا شباب اليمن في كل مكان فعلى الشعب اليمني أن يصحى في كل مكان نسأل الله أن يحقنا الدم يا أبو سالم نسأل الله أن يحقنا الدماء اليمنيين يمنيين جميع نعم وحييك يا أبو سالم العقول هذه وتجار الحروب اللي لا يهمهم دم الشباب اللي يموت في كل جبل وهذه هي رسالتي أشكراك يا أبو سالم شكرا لك أخي ومتصل قريد ألو ألو مرحبا اسمعني من القوى الله يخليك ألو ألو مش قادر يمسك معه الخطة الجماعة في الإيمو بالإمكان على برنامج الدو على نفس الرقم أو الأرقام التي تشاهدونا على شاشة ألو ألو يا أهلا ومرحب السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله من معي يا أخي أبو البراء أبو البراء اتفضل يا أبو البراء أنت على الهواء أخي حياك الله ونترحم على الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه وعلى كل الشهداء الوطن ورفيقه الأمني نعم ونوجه التحية والشوف للصفير أحمد علي عبد الله صالح نعم ونوجه التحية لطارق محمد أبط الله صالح واصل وأنا أقول للذي الذي فلتوا جباتنا مسارق باتلوا في عدن لا يحلموا أنهم شي يرجعوا اليمن مصيرهم مصيرهم خارجين من مأرب وخارجين من عدن وخارجين من اليمن بكله والله مشكلة يا أبو البراء مشكلة حسبنا الله ونعم لك البس تمام هم 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 أقل لك من أكل بس انت نختنق هم يدوروا مصالة ما يدورون قدوشة وهذا الظاهر مع الأسف وعادهم بيقول لك نترحم على الشهدة على الشهدة هذه يا بنت الأ بنت الأصبحي نعم جهاد جهاد الأصبحي نعم جهاد الأصبحي الله يرحمها ويسكنها الجنة وإن شاء الله أنه بوابة النصر إن شاء الله أشكرك يا أبو البراء وحييك وصلاة رسالتك أخي ومتصل جديد ألوه يا ألوه محمد وعليك السلام ورحمة الله معكم أبو مسعود من مارس من؟ أبو مسعود من مارس أهلا يا أبو مسعود اتفضل أخي على رأسي أرض المشاريع الضغير من الضغير الذي يدور الآن في الجنوب نحن لدينا معركة بالتياسة نعم وبالنسبة للذين يتتقوا أنهم قاعدين على الوحدة اليوم التحالف العربي يبك من مشهورات أنه لن يسمع بتقسيم وحدة اليمن مجلس الأمن الانتمع الدولي بالكامل يعني هذا يجب أن هذا قميص يوسف قميص يوسف يا أبو مسعود والناس عارفين هذا الكلام القماعة يشتلوهم اشتلوهم شبواه ومارب ومثلث النفط يدوروا مصالح بس ومال وفلوس لا أحدهمهم لا وطن ولا شعب هذا حرب مشاريع صغيرة في الجنوبين أعلنوا الحكم الذاتي ما أربي حكم ذاتي صحيح أخوان أخوان حاكمي ما أربي حكم ذاتي أكثر كل المشاريع الصغيرة فتنتهي بمسعود أهم حاجة الناس كيف اليمن تنتصر الآن من ميليشيات طهران الذي هتكت وقتلت ونهابات وسلابات وكل يوم تبارس الظلم على الشعب اليمني والتي أوصلتنا إلى هذا المستنقع أول حاجة بدأوا الإخوان في 2011 تقمصوا بعبات من فاسدين من لصوص وقطع طرق من سراء ونهاب أراضي اقتلبوا ثوار في 2011 وبعد هذا الحين قدم معهم تقمصوا بعبات الوحدة وشارعي تحت مسمى شارعية وهكذا العرب العربي أن يجي من هذه المشاريع الطغيرة وأن يوجيهم للمعركة المطيرية وحييك أبو مسعود وحييك وتحية لكل أبناء مارب وتحية لكل الشرفاء ولكل المعنيين أنه يا جماعة المشاريع الصغيرة ستنتهي وحييك أبو مسعود شكرا لكم ألو مرحبا ألو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله من معي يا أخي اتفضل معك أبو محمد اتفضل يا أبو محمد أنت على أخواتي مباركة من الله يبارك فيك يا أخي اسمحني أنا ربما رأيي مختلف عن الجميع من حقك نتعبر عن رأيك يا أخي ونحترم كل الآراء نعم أنا لا أنتمي لأي حزب حقيقة ولكن أي مسلم يموت له حق أن نترحم عليه فرحمة الله على علي عبدالله صالح مهما كان أصابه وأخطأ نعم صحيح تفضل نحن لم نقول أنه علي عبدالله صالح ملك هو بشر يخطأ يصيب لم نقول أنه ابن ابن رسول الله ولم نقول أنه خليفة المسلمين نعم 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 أنصف أنا أقصد أخي الكريم أن المعركة التي تجري الآن هي لا علاقة لها بموقع يعني حرب عبثية أنا أعتقد أن هناك هناك دول تسعى لتقسيم بلدنا اليمن ليس حبا في حتى 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 من يعملوا لديها مثلا يعني بعض أتباع المجلس الانتقالي الآن عندما يتبعون الإمارات تحديدا في مسألة تقسيم اليمن هي تبحث حقيقة عن موانئنا وعن جزرنا لماذا لا نفكر بهذا الشيء؟ طيب يا أبو محمد كيف قد حكمنا؟ طيب 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 صلي عن نبي طيب لماذا نستبق الأحداث ونقول أنه قد يقسموا اليمن هؤلاء؟ طيب يا أخي هم موجودين معنا في المحافظات الشمالية بيقاتلوا الحوثي وقدموا شهداء وقدموا الآلاف من أبناء القنوب لماذا نتنكر للجميل؟ خلونا نكون صادرين يا جماعة من يقاتل ليس هم من يقاتل ليس هم من يقاتل هم أناس يمنيين من أبناء الجنوب وأبناء الشمال أيضا نحن يعني أصبح اليمن للأسف الآن أصبح اليمن للأسف الآن مكان لتصفية الحسابات بين عدة أطراف طيب ما هو الحل يا أبو محمد؟ بين إيران وبين المملكة العربية السعودية وبين الإمارات العربية المستخدمة ما هو الحل؟ ما هو الحل يا أبو محمد؟ الحل الحل أن نحافظ على وحدة بلدنا هم وأن نتحاور فيما بيننا نحن اليمنين بعيدا عن تدخل الخارج هم لا نرتبط بالمشروع الإماراتي ولا بالمشروع الإيراني ولا بالمشروع السعودي هم نريد أن نكون نريد نريد سياسيين محبين للوطن ليس عندهم ارتباط لا بطهران ولا بالرياض ولا بأبو ظبي ولا بأي عاصمة في المنطقة وحييك ورأيك نحترم أبو محمد وحييك شكرا لك ومتصل جريد ألو معذرة على المقاطعة أبو محمد يعلم الله كل الخطوط مشغولة الناس كل واحد الشيء يعبر على الرأي أبو محمد وحييك ومتصل جريد ألو ياهلا ومرحبا تفضل أخي من؟ معك أبو حليمة اتفضل يا أبو حليمة كل عام وانت بخير وقوات مباركة علينا وعليك إن شاء الله شهات ما عندك أخي أنا أريد أن أتكلم اليوم بأرية قل ما تريد يا أخي إحنا والله لا ندري من تمثل ولا ندري على أي حزم أنت منتمي وهكذا كل المتصلين منبر إعلام مفتوح لكل اليمنيين يقصن بالله العظيم لو أن الله سبحانه وتعالى وهب لرجل أن يعود أن يعود بالحياة إلى الدنيا ولو عاد الزعيم علي عبد الله صالح لا لعنكم ولا عن القناة لأنكم أصبحتم تسانجون للانتصال أشكرك وهذا لا يجوز يا أخي أصبحنا نقسم البلد وأصبحنا نرتهل للخارج لحين يا أبو حليمة يا أبو حليمة يا أبو حليمة فحطم من صنعها طيب اسمعني اسمعني أنا خلتك تعبر عن رأيك وسبت شتمت نشكرك نقول لك خواتب مباركة ولا نقص بنا شيء متعودين على هذا أنت فحطتم من صنعها وكانت شرعية بأيديكم السلاح وهربتم فحطتم طيب اسمعني اسمعني أنا السمعتها لك اسمعلي وأتيتم ب 17 دولة ودعمتكم بالمال بالسلاح في سبيل أنكم تستعيدوا شرعية أول حقا قلتم اسقط النظام وقتلتم ثوار في 2011 وتحت مسمى شرعية مئات الملايين يعني عشرات الملايين ما بين مشرد وقتيل وجائع عشان تستعيدوا شرعية تدعونها يعني بلطق طيب اسمعني وبعدين وبعدين قلتم بتستعيدوا الشرعية قلنا معاكم قلنا معاكم يا أخينا السعيدة الشرعية تسلمتم القمل بمحمل الحوثي وتنفذون المشروع القطري التركي في اليمن وتدعونكم مطنيين ليس بلسان الدولة ولا بلسان شخ أنا أتكلم بلسان المواطن والله لو عاد الزعيم لا لعنكم ولا عن صناتكم ولا عن من يدعمون الانفصال ويدعمون الانتقال ويضعون ايديو في ايديو أشكرك يا أبو حاليم أشكرك وهذه ثقافتك نحترمها وتدل ودائما دائما هذه مشكلة الإخوان أنه يكون قدول إصلاحي ونغمته واضح ويستحن يقول إصلاحي يا أخي مش عيب بس لأنكم تعرفون على أنكم تخدمون أجندة خارجية أنه فعلكم أفعل شياطين ولو كنتم عندكم قناعة يا أخي مش عيب قال أنا إصلاحي إيش المانع يعني؟ قال أنا إخواني إيش المانع؟ الحوثي يقول هو حوثي ويفتخر بذلك اليهودي يقول هو يهودي المسيح هو مسيحي يا أخي إلا الإصلاحي والإخواني تنكرون تتقمصون بعباءة الدين وتنكرون أنكم يعني من أتباع ما يسمى بخرافة الخلافة منتصل جديد ألوه السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كل عام طيب إن شاء الله وياك أخي من معي؟ معك أبو شهاب اتفضل يا أبو شهاب على رأسي هات ما عندك يا أبو شهاب أروح اتفضل انتع الهواء أبغاء أعطي رسالة ل عبد ربا منصور هادن في مكايخ اليمن واصل 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 يا أبو شهاب انتع الهواء هات مسائح اليمن والله إلا يتحاسبوا احنا هذا اللي يحصل فيه حزنه اليمن كامل لا يتحاسبوا على هذا نعم وحييك يا أبو شهاب شكرا لك وصلت الرسالة أخي ومتصل جديد ألوه يا ألوه مرحبا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أحي يا من معي أخي معك أبو رعد أهلا يا أبو رعد اتفضل خواتي مباركة علينا وعليك السلام بس هذا أبو حليم هذا الزفت هذا اللي يتصل يتكلم بالكلام هذا رأيه ورأيه ونحترمه يا أبو رعد إنهم يتبقوا مع بعضه وهؤلاء معهم أي شيء هؤلاء ناس يعني هم اللي خربوا البلاد والعبادهم هؤلاء هؤلاء من نصيحتي أنا أخ أحمد علي حبا والله إنه يتبق مع الحوثي مستحيل يا أبو رعد الحوثي لا يمتلك أي مشروع أيضا هو نفس المليشيات يمثل أيضا أجندات طهران قل لي ما هو الذي عايف على الحوثي لليمن غير المقابر ما الذي صنع لليمن غير المقابر والقتل والدمار والخراب والصرخ الخمينية هذه إنجازات الحوثي أحنا قلت الحوثي أفضل من الإصلاحيين أفضل من الإصلاحيين أفضل من الإصلاحيين الإصلاحيين يا أبو رعد نحن بلاد نظام جمهوري معنا من يريد السلطة يأتي عبر الصندوق كان حوثي كان إصلاحي كان متمري كان ناصري كان الاشتراكي ما عندنا مشكلة من التقى من رقع إلى الصندوق شرعية الصندوق هي شرعتنا جميعا أما المليشيات هذا الرأي طيب جدا نعم لكن زي ما تقول ندعوه لله سبحانه وتعالى وألصعوا الناس والمجتمعوا الشعب إن الله يصلاح البلاد آمين يا رب ويصلاحنا ويصلاح كل الناس أشكرك يا أبو رعد تحية لك ومتصل قديد ألو يا ألو مرحبا ألو اسمعني من القوى الله يخليك اسمعني من التليفون غيره يا شباب غيره يا عم عين ألو مرحبا يا ألو تفضل من معي يا أخي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من؟ معاك أحمد عيسى تفضل يا أحمد أنت على الهواء كيف حالك؟ نحمد الله على كل حال خواتي مباركة والله الحمد لله أحب أقدم الشكر لأحمد عليك وطبعاً طبعاً في أمور يعني واصل واصل هات ما عندك والله ما عندي لازم أن أحمد علي يرجع إلى اليمن وثانياً لازم أن تقام يعني دولة لازم أن يرجع لليمن أشكرك يا أحمد شكراً لك متصل جديد ألو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي يا أخي حيات الله معك أبو فهد أبو فهد سلام أبو فهد اتفضل يا أبو فهد أنت على الهواء أخي اتفضل يا أخي والله كان قد كنا عائسين من الأول لا والله كانت تمرين أبو فهد لكن كانت تمرين حصدنا أبو فهد وحصدنا خربناها علينا وعليكم واصل يا أبو فهد أي والله واصلناها علينا وعليكم منذ عايشين كنتم بتاع حلاش كي نظل كي نظل كي نظل كي نظل نعيش كلنا هذا من 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 والله ما نداريش تقول صوتك بيتقطع يا أبو فهد مع الأسف طيب حاول توضح صوتك أشكرك يا أبو فهد شكراً لك متصل جديد ألو يا ألو مرحبا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أمن معي يا أخي ألو غيره يا عمعين الرجاء الذي ما يقدر يمسك معه يا جماعة الخط في الإيوموب الإمكان على الدو على الدو نفس الرقم يا شباب ألو مرحبا أهي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخير يا أحياء مرحباً معي يا أخي باتك يا أبو عمر لا تفضل يا أبو عمر أخ باركم كيف أنتم خوات مباركة على أنا وعليك هاد ما عندك أنا نستغرب يا أخ فارس منك أنسى ذا الهين كل واحد ضد الإنسال بتكون عليه إخواني أنا هذي أول مرة أسمعه منك أنتما أسمري على عيني وراسي الله يحييك لحد الآن ما قد أعلن الإنفصال يا أبو عمر ليش تحاولوا ذا الحينة تشيطنوا منهم في القنوب هذه شيطنة يا حبيبي إذا عملت يعني إذا أرى هذاتية وأسلح أو سلح أسهم خارج نظام الشرعية هي جد في دعم الشرعية وين الشرعية لناس السنين يا أبو عمر أين الشرعية الناس يشوف ذا الحينة ذا الحينة الناس لما اتشفوا أن الشرعية جماعة الإخوان يا أبو عمر ذا حين أنت عارف ما هي المشكلة إحناك اليمنيين تفائلوا بالشرعية على أساس بديك تنقذهم من الحوثي ست سنوات راحوا لهم الفنادق وخلاص وسبّروا أمورهم وأهم حاجة الناس ميسكوا مارب الناس ميسكوا شبوة الناس ميسكين حضرموت وتقاسموا اليمن لأقل مصالحهم لا توقضني وهكذا كل واحد في علم مليشيات الله يطلق هذا كلامك هذا أنت رأيك لكن التحالف ما جاء إلا على وجود الشرعية اللي معترض يده والإن طيب ست سنين يا أبو عمر اللي بتقول عيني ست سنين أمام حصابة إيدا الشرعية أصلاً التحالف ما جاش إنهم يجندوا الجيوش والتفحيط الذي حاصل والانسحابات هذه اللي حاصلها وانتشهت الفضائح من نهم إلى القوف إلى تعز إلى الضالع إلى كل المناطق هذه اللي انسحبوا منها إيش تسميها؟ لأن التحالف نفسه أو طرف من التحالف خرج عن المهمة اللي يجعوا من أجلها أنهم يحربوا الحوثي الجنوب يا أخي من حقه ومنهم ينفصله كانت زولة عادي لكن مش الآن الآن معنا عدو واحد يا أبو عمر ما بوش انفصال يا جماعة لا يوجد انفصال ولن يسمح الشعب اليمني بهذا المشروع أنت تفهم إحنا الآن المشكلة أن تريدون يعني كل هذه النغمات شيطانة للطراف الآخر عشان تقولوا للناس ما بنوقفوا معنا في الأخير هي مكشوفة واضحة يا أبو عمر من العيب أن نتحدث اليوم نتحرر نستعيد عاصمة الوحدة ثم بعد ذلك نأتي نتحدث أي جماعة ستخرج عن الجماعة الوطنية عن الدستور والقانون الكرسي يقف ضدها لماذا تختلق جبهات يعني بعيدة عن المشروع الوطني لذي قاعدت التحالف من أجله الآن الشعب مكسوم نصفين النصف الأول اللي بتقول إنا إخواني بيقول مش مع الإدارة الذاتية الآن مش وفتها طيب يا أخي والنصف الثاني بيقول لا احنا مع الجنوبيين وأن الأخوان مكسومين يا أبو عمر ومارب خلينا أكون صادق معك أنا بعيدا عن دفاع نحن لا ندافع عن أي فئة أنا أقول لك كلهم مخطئين ولا أي فئة تحمل مشروع وطني حتى الآن لكن أيضا نكون صادقين المارب مارب اللي تديرها الإخوان المسلمين أو إدارة ذاتية وهؤلاء قالوا إن الشيء إدارة ذاتية لأن الناس يقول لك ما بيش معنا خدمات لا ما لا كهرباء لا أمل لا استقرار كل واحد يفعلها كذا زوباء لأنه ما بيش حكومة ما بيش شرعية الله يعينا الله يعينا أحييك يا أبو عمر أحييك أشكرك منصال جديد ألو ألو مرحبا ألو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ حياك من معي يا أخي؟ يا أخي عرفنا عليك من؟ يا أبو من؟ أيو أبو محمد معك أتفضل أبو محمد هات يا أخي الله برنامشكم نحن كنا نتغب فيه وكان برنامج كن برنامج طيب الله يحييك والآن لكن والآن والله ما أدري كيف صلحته ما أدري كيف وقعته بالرغم من شعبيتنا مع طارق ومع المؤتمر الشعبي العام الشعبية كبيرة طيب يا أبو محمد إحنا منافذة للناس كلهم يعبر عن رأيهم يعني إيش المشكلة؟ لسنا محسب على أي طرف ولا ندافع على أي طرف نناقش قضية حاصلة أحنا ضد انفصال كل الشعب اليمني ضد الانفصال كل الشعب اليمني ضد الانفصال من قال لك أنه إحنا مع الانفصال؟ يعني لأننا قلنا يا أبو محمد أبو محمد يا أبو محمد حينما إحنا قلنا الشرعية المتصلين الليلة نفر كبير نفرة كبيرة المتصلين عبروا عن آراءهم وليس وليس تبقوها القناة هذا كل وكل واحد عبر عن رأيها ونحترم كل الآن يا أبو محمد أيوة لكن غيرتوا الرأي ثم حتى نفرت الشعبية شعبياتكم نفرت أحبابكم نفرت المأييدين لكم ولا يعني ضروري نكون مع جماعة الإخوان في أي مشروع عشان الناس يرضوا عننا هذا لا ما هو القصة مع جماعة الإخوان هذا يعني أنا فهمت هكذا من كلامك لكن لا إنه لابد أن نكون مع جماعة مع جماعة المرشد لابد أن نطيع المرشد ونقول حاضر يا مرشد وبعدك كن في مارب كن في شبوة كن في أي مكان أهم شي صالح أنت والحوثي وسبروا أموركم والأموال القطرية بتذر الحليب وإحنا معاكم تشينا نقول هكذا صح؟ لا 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 ما هو هكذا طيب يا أبو محمد نحن ضد الميليشيات ونحن أمو أحمد علي أظل لك يعني يا أبو محمد اليوم نحن الناس الناس تموت من القوع الآلاف العالقين في الخارج ونحن نراهن على شرعية ست سنوات واليوم نحن نقول أن الشرعية انحرفت بمسارها كانت قبائل نكفت داخل البيضاء وسالوا سحبوا ألوية البيضاء وراهوا للجنوب مجلس المجلس الانتقالي غير طريقة غير نظام ونحن ضده نتحرر من ميليشيات طهران يا أبو محمد يا أبو محمد أبو محمد نتحرر من ميليشيات طهران ونوعدك إنهم سيعودوا القنوبيون أكثر وحدويين منا لا نراهن على يعني بعيدا عن هذه النغمات لا أحد مع الانفصال ولا المحليا ولا دوليا هذا القرار هذا نظرتكم بالشكل هذا ما هي تماما أنا أقول لك يا أبو محمد هذا إذا كان نظرياتكم متوجهتكم في نظرياتكم ما هي مرغوبة هذا رأيك ونحترم رأيك يا أبو محمد لكن نحن نقول للقاصي والداني لسنا مع أي طرف نحن نتحدث اليوم عن انحراف جماعة الإخوان بالشرعية التي تقمص بها والذهاب لتحرير المحرر نحن نريد البوصلة التجهة للسعادة القوم للسعادة الصنعاء نحن نريد كلهم مشروعنا أبين ونحن وحدويين ونحن سمعتها ضد أي ميليشيات نعم أحييك يا أبو محمد أحييك أشكرك أخي العزيز ومتصل قريد ألوه ألوه مرحبا غيره يا عم عين غيره ومتصل قريد ألوه ألوه مرحبا ألوه ألوه السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله من معي يا أخي معك كيان كيان أيوه فضل يا عم كيان أنت على الهواء أولا أحب أشكرك وأشكر طاقم بقناة ثانيا ثانيا على أحمد علي أن يعود إلى اليمن تسجل حرج جمهوري جديد لأنه يا أخي الكريم كان أنا بعي بعض أشخاص باعوا السلحة باعهم لشراقات ومستلدماتهم نعم فعلى أحمد علي فعلى أحمد علي أن يعود مجددا لدحر الملكيات الإنقلابية ودحر الشرعية لأن السرعية انحركت عن مسارها مش راضي نعترفوا بهذا الخطأ يا كيان؟ مش راضي؟ أنا طبعا كان في عهد علي كان على الأقل الثلاثة ثلاثين سنة كان في رتبة تصرف كان في دولة كان في أم كان في استقرار حسبنا الله ونعمل وكيلا وحييك يا عم كيان إن شاء الله كل شيء سيعود الصبر كل شيء سيعود وسيعود الأمن والأمان والاستقرار وكل هذه الميليشيات الرخيصة التي تتاجر بدماء اليمنيين ستذهب إلى مزبلة التاريخ ولو متصل جديد مرحبا ألو يا ألو مرحبا سلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله من معي يا أخي أبو فارس معك يا أحي يا أبو فارس فضل يا عم فارس يا أبو فارس عفوا كيف حالك؟ طيب حبيبي شوه الأخطاء الله يرحم الزعيم الصعيم يعني ما يحتاج الأخوان غلطوا أول ما خرجوا في الساحات وخرجوا الخبز مكتوب عليها أرحل هذا ينتقل مننا أرحم الراحمين ورحلنا مرنا واحد ثانيا المثلث الشر هو ثلاثة كلكم من المؤتمرين برا ينقل لحد الآل ثمان خلوكم ما شيء صح الأخوان من جاءه والمصاليين من جاءه هذا ثلاث مثلث الشر كلهم كل واحد يجوه المسوحدة طيب والحل يا أبو فارس ما هو الحل طالما قد عرفت المرض ما هو الحل لا ما جبتهم قبل كب يوم من شهر ثلاثة شهور كبسوا في اليمنين يقولوا الشمالين جبوا كبسوا و يحملهم بطيارات يا أبو فارس الماليشيات عادة تظهر عندما تغيب الدولة قلوكم المصارحة الثلاغة قلوكم المتمرين دون حد الان البرنامج حقكم هذا الى حد اليوم احنا نحترم كل الاراء يا بو فارس احنا نحترم كل الاراء قلنا نعبر عن رأيان قلنا ما هو الحل يا بو فارس ما هو الحل قلوكم على جمه المتمرين قلوهم على جمه لا تدخلوا بهذا احنا لسنا محصوبين على اي طرف احنا نقول جميع هذه الاطراف لا تحمل مشروع وطني ما هو الحل نبحث عن خلوله مشروع وطني صحيح صحيح اصراحين غلطانين اشياء كثيرة 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 غلطانين هلأ ما حد يقول لها النعمة انبياء لكن في اشياء اشياء معهم حذب يعني هذا يطعنهم من الله طيب يا بو فارس الام ست سنين بيستعيدوا شرعية وبالأخير راحوا تركيا وراحوا قطر وراحوا كل مكان وتاقروا بالبلد ست سنين وسلموا السلاح الثقيل الذي شاهدنا عبر الشاشات للحوثي واتضح على انهم هم يعني مشتركين في نفس المشروع لتدمير اليمني يا ابو فارس وضحوا بالالاف من الشباب وحييك يا ابو فارس شكرا لك متصل قليل السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله معك ابو محمد المريسي اتفضل يا مريسي عليها وانت والله بس اشتوصوا الرسالة للشعب اليمني نحن من أرباق وبالمجلس الانتقالي ولا خوف على الوحدة نحن أول من يدافع على الوحدة أبناء الانتقالي نعم واصل يا ابو محمد والثاني حاجة نحن منتظرين أن ترفع العقوبات عن السفير أحمد علي وأن يعود إلى أرض الوطن ليقود المسيرة كما قادها الزعيم من قبله الله نعم إن شاء الله السلام يا ابو محمد وشكرا وحييك يا مريسي طبعا يا جماعة هذه الدعاءات الباطلة التي يسوق لها جماعة الإخوان أنهم هما في 94 من أفتوا في قتال الجنوب وبعدين في مؤتمر الحبار ساروا اعتذروا وهم أيضا من تسببوا قالوا هؤلاء مقوس في حرب صعدة ستة حروب بعدين ساروا اعتذروا لهم يعني يشتوا الناس تمشي على نهج المرشد وإلا هؤلاء باطلين طيب يا جماعة شعب مل منكم أصبحت الأرض ضاقت بكم الأرض على ماذا تراهنون إذا كنتم دائما تحملون هذه المشاريع والجندات اليوم اليوم هنا لكما يقول إنه في مخطة تركي قطري لاستخراك التحالف بعدها قد أخذتم الأموال والسلاح ومعكم مشروع قريدي للدخل التركي نفسه الذي حاصل في ليبيا على ماذا تراهنون إذا لم تكن الوجهة وقهتنا باتجاه صنعاء لماذا تراهنوا أو تتقمصون بعباءة الوحدة مثلما تتقمصون بعباءة الدين والدين منكم بريء وأنتم تقتلون وتذبحون وتسرقون وتنهبون وتدمروا كل شيء داخل البلد يعني نفس أنتم نفس مسمى الحوثي نفس المشروع الحوثي إذا المشاهد الكارم كان أبو محمد المرسي آخر المتصلين إن شاء الله غادل لنا لقاء آخر ودائما ما نقول لحسنا وأؤكد من يريدنا للصياد في المال عكر نحن لحسنا محسبين على طرف ولا ندافع عن أي طرف نتحدث لماذا الحرفة الشرعية عن مسارها في استعادة عاصمة اليمن الموحد صنعا وذهبت لتحرير المحرر وهو خطأ والجميع بناء الشعب لن يعرفون ذلك القبهة في البيضاء كانت أكادت على مشارف أن تتظهر البيضاء وسحبوا مقاتلهم وراحوا بتحرير المحرر يعني اتفاق واضح ومكشوف مع مليشيات الحوثي احنا نتقاسم هذه الأرض وهذه الأرض لكم ومع ذلك سوف تذهبون أنتم والحوثي المزبلة التاريخ والشعب اليمني على موعد مع المعركة الوطنية الفاصلة بكل الشرفاء بكل الأبطال من أبناء القيش والأمن والوطنيين وابناء القبائل من أبناء الشبال والجنوب تطهير البلد من هاتين الفئتين الإخوان والحوثي إذا أردنا أن يعود اليمن آمنا نسقرا دمتم ودعم الوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة